السلامة والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض بلد محاور ثلاث حديث ليلى سؤال حول ما الذي حدث مع الأسد في المحاور الثاني حديث حول تطورات العسكرية في سوريا في الأخير سؤال حول الموقف الإقليمي حول ما جرى في الأول بعد أربعة عشر عاما من ثورة كانت في سوريا تهاوى في أقل من أربعة عشر يوما رحل الأسد والقول أن العالم اتفق على رحيله دون إراق الدماء ما الذي حصل؟ لماذا حصل؟ كيف نقرأ كل ذلك؟ حديث هنا على طاولة الإله قبل أن نبدأ نتابع إياكم هذا التقرير تم بحمله تعالى تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغ يبشار الأسد وإطلاق صراح جميع المعتقلين المظلومين من سجون النظام في سوريا لا تنتهي الحكاية بل تتوالد كأنها شجرة تنبت من رماد النسيان بسم الله الرحمن الرحيم يا أبناء شعبنا الأبي أنا الأوان وأشرقت شمس الحرية أنا الأوان لإزاحة الظلم والغمة عن سماء بلدنا العزيز قبل أيام بدأت تنبض من جديد في إدلبا الأرض على أصوات النصر بعد سنوات من الصمت والوجع استيقذت المدينة هناك عند حدود الشمال السوري لا تتحرر المدن فقط بل تتحرر معها ذاكرة أهلها المثقلة تقول بصوت صارخ أنا لم أمت أنا كنت أنتظر فقط إدلب ليست مجرد مدينة تستعاد إنها رمز لذاكرة غاطبة أطفالها الذين كابروا على أنقاض منازلهم عاد اليوم رجالا يحملون في عيونهم صور الماضي الذي لم يرحمهم الأرض التي طالما ارتوت من دمائهم تعود لتحتضنهم لقد صاروا أبناء الغضب أحفاد المجازر وكل خطوة خطوها نحو مدينتهم ليست مجرد تحرير بل استرداد لكرامة ضاعت يوم أغلقت عليهم أبواب العالم وفي الجنوب القريب زحف كان لحمى الاسم الذي لا يذكره السوريون إلا بهمس خشية أن تتساقط معه الأحلام فعام 1982 جعل منها ذاكرة صامتة لمجزرة طحنت حياة الألاف أحياء أبيدت وأرواح أحرقت وظلت تعيش بين ركام الوجع والإنكار لكن لعظمة القدر التاريخ لا يموت الأطفال الذين رأوا الجثث تسحب من بين الأنقاض يومها كبروا وهم يحفظون كل شقوق الجدران وكل اسم غاب ولم يعد هاهم عادوا وأعادوا رسم المشهد ولكن من دون دماء سعيهم كان أسرع ما بعد مدن أخرى إلى حمصة وجه فإنها الحكاية الأعمق والأثقل المدينة التي جاعد وصمضت وبكت هي ليست مجرد مدينة إنها جرح مفتوح على سؤال لا إجابة له كيف ينسى الإنسان من إدلبة إلى حماتة إلى حمصة إلى قلب دمشق كبرت الأجيال وهي تحمل أوزار الماضي على ظهورها لكنها حملت معها أيضا حلم العدالة في سوريا كل شيء درامي حتى النهاية الأرض لا تنسى والذاكرة لا تموت المدن التي صحقت تحت جبروت القمع عادت دمشق نهضت والأسد تهاوى فسوريا ليست مجرد حرب تخاب إنها حكاية نصر تروى الحمد لله مدخل الأصار الحديثي حول كل ذلك أرحب بطف الكرام أرحب بالأستاذ عمر عياصرة العين في مجلس العيال مساء الخير أستاذ عمر أهلا بك أرحب أيضا بدكتور حسن البلالي أستاذ العلاقات الدولية معنا مباشرة من الدوحة مساء الخير دكتور حسن وأهلا بك في نبضي بلد الليلة مرحب الخير أخي محمد ومرحب الخير أخي عمر أبدأ معك تور حسن وأسمع تقييمك لما حدث 14 يوما أو أقل كانت كافية لرحيل الأسد عن دمشق يعني هناك بالأول في سياق سياسي داخل سوريا وهناك سياق إقليمي المسألة ليست مسألة أسبوعين لا هي طبعا ممتدة ما جرى في سوريا وأزمة مفتوحة لم تنتهي منذ أن اندلعت ثورة السورية ومنذ أن أيضا تكالبت عليها القوة التي كانت ضد أي تغيير في سوريا لا يخدم مصالحها الجيو سياسية وهنا تحدث عن روسيا وعن إيران وعن الحلفاء هما فبالتالي يعني لغاية قبل عام كان هناك رغبة تركية في التطبيع مع نظام بشار وبعتت تركيا بكل الرسائل وتوسط الروس في هذا الموضوع لكن واضح تماما بأن الرئيس السوري كان يضع شروطا قاسية وكأنه منتصر في المنطقة وبالتالي دفع الأتراك إلى التفكير بعمل ما ومن هنا يمكن أن نفهم كيف تم التخطيط على مدار العام الماضي لكن أيضا هناك بتقديري سياق أهم متعلق بالتوقيت هو سياق إقليمي ولكن توافق دولي على إخراج إيران من سوريا وهناك رغبة دولية وهنا تحدث عن ولاية المتحدة الأمريكية التركية وحتى روسيا قطع الصلة بين إيران وحزب الله وبالتالي كان دائما يقول في الإعلام الغربي الأمريكي أن القبضة بالنسبة لإيران هي حزب الله والمرفق هو سوريا فبالتالي لابد من قطع المرفق حتى تكون هذه القبضة معديمة الفائدة من هنا يمكن أن نفهم الذي جرى أيضا له علاقة بترتيبات الإقليمية وبالتالي هناك الكثير منها لم يأخذ تصريحات نتنياهو بأنه عندما بدأ الحرض حزب الله قال بأنها بداية التغيير الجيوسياسي في الشرق الأوسط أنا أعتقد أن هذا الكلام في ذلك الوقت أنا كتبت بأنه يجب أن نأخذه على محمل الجد فبالتالي الذي جرى هو بالفعل ينبع عن تغير كبير جدا في الإصطفافات الإقليمية هناك منتصرون بكل تأكيد مما جرى في سوريا الجانب التركي منتصر والجانب الإسرائيلي بالمناسبة أيضا منتصر وهناك تقهر لمحور إيران أو أذرع إيران في هذه المنطقة فبالتالي هذا سيطرح أسئلة في قادم الأيام ربما لا نستطيع أن نجيب عليها الآن لأننا ما زلنا نبحث عن معلومات ما زلنا نراقب ما هو شكل التطورات الميدانية التي ستحصل في قادم الأيام نعم أسمع رأيك أستاذ عمر ولم يأخذ كلام تنياهو على محمل الجد هذا حقيقة الحقيقة الثانية أنه تحدث أن الأسد يلعب بالنار قبل 14 يوما من اليوم وخرج الأسد وغادر دمشق تفضل لم يعد يلعب بالنار الأسد الآن لم يعد لاعبا حتى يعني في المشهر بدي أتفق مع الأستاذ حسن البود جهد التحية إنه كل ما قاله صحيح 7 أكتوبر هي كانت الفيصل تداعيات 7 أكتوبر دخول حزب الله على خط وحدة الساحات الضربات التي تلقاها حزب الله كانت إسرائيل من 7 أكتوبر لليوم أيضا تستهدف الداخل السوري تستهدف دفاعاته الجوية تستهدف المستشارين الإيرانيين وقال أكتر من 400 قتيل في الحرس الثوري وقياداته كل هذا جعل مشروع المقاومة بالضعضة حزب الله خارج اللعبة حماس خارج اللعبة أصبحت إيران خارج اللعبة وإسرائيل وروسيا دخلت أيضا في حرب أوكرانيا وسحبت الفاقنار وسحبت قدراتها الجوية وفلمنيا من يحمي عند ذلك النظام السوري؟ هذا هو السؤال النظام السوري طوال من 2014 اليومين ثبته إيران زائد روسيا هذا إيران زائد روسيا أصبح رجل مريض في الحالة السورية إذن أصبحت هناك فراغات من يعبئها المعارضة بإرادة تركيا؟ وأتفق مع حسن اتفاق كامل أنه كان توافق دولي وإقليمي بمعنى الذهاب إلى سوريا بدون إيران سوريا ليست مع محور المقاومة سوريا بدون حزب الله سوريا بدون نهاية حقيقية كان ما جرى اليوم للمشروع التاريخي الإيراني وهذا جاء وفق توافقات دولية هذا ما تريده تركيا هذا ما يريده الإيراني هذا الأمريكي هذا ما يريده الإسرائيلي وهذا ربما ما يريده الروسي إذن إيران خارج اللعبة تبقى الآن قصة سؤال هذه المعارضة كيف ستضبطها؟ كيف ستتعامل معها؟ من هي؟ هل هي إسلام السياسي؟ هل مقبول الإسلام السياسي أن يحكم سوريا؟ هل سيقبل ذلك تركيا وإسرائيل وأمريكا؟ لكن اللي بيشوف المشهد محمد خاصة أنت ذكرت بتوقيتات نتنياهو لما قال قصة يلعب النار لكن أنا بقرأ استراتيجيا هناك مشاريع في المنطقة كان هناك مشروع الممانعة والمقاومة المتعلقة بإيران مشروع تركيا المشروع الأمريكي الإسرائيلي لما الفراغ أصبح يحل محل المشروع الإيراني في سوريا من سيعبعه؟ لكن هذه السهولة وهذه السهولة بتتحليل كلام آخر يعني أنه خلال 14 يوم ما فيش يتبخر الجيش السوري أين يذهب؟ يعني هذا أيضا سؤال مهم يعني يمكن تطرحه حتى نفهم أكثر لكن في النهاية أنا بتقديري الذي جرى فراغ سببته أحداث 7 أكتوبر يعني 7 أكتوبر جابت محور المقاومة كتاف من كتاف لمعنى محور المقاومة اليوم حينما يذهب من سوريا أنا بتقديري زي ما حكى حسن حزب الله لم يعد له قيمة وربما بعد ذلك هناك أسئلة عن العراق وربما هذا يجعل العراقيين يذهبوا إلى دولة وطنية أكثر من قصة المقاومة من محور المقاومة وينكفوا على أنفسهم ويبدأ يفكروا بدولة وطنية في العراق لكن هذا الذي جرى المآلات هل تستطيع من كبس الزر أن يسيطر على المآلات القادمة على مستقبل العلاقة مع هذه المعارضة يعني هذه أسئلة مفتوحة للنقاش لكن اللي صار أنا مرة حكيتها عندك على الطاولة هاي قلتلك سيكون هناك فراغات سيتركها محور المقاومة من سيملعها؟ ملأتها المعارضة وتركيا وربما برغبة إسرائيلية وأمريكية لكن بعد ذلك مين فتح النار وكيف سيتغلق يعني هذه أسئلة مفتوحة وإيران أين كما منتهي؟ نعم اللاعب الإيراني يعلم تماما أن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا يعني أن ذراعه الممتدة إلى لبنان انتهت خسارة تاريخية ترى من وين تفاهمين مع بعض من الـ 79 لما صدام راح على حرب إيران الإيرانيين السوريين وقفوا مع الإيرانيين بمعنى هذا التحالف التاريخي الاستراتيجي اللي كان بين إيران و سوريا ضرب فيه 14 يوم طيب سأعود لك سأعود أيضا دكتور حسن وهذه نقطة مهمة إيران كيف تعاملت مع هذا الحدث تخرج موظفيها إلى لبنان تتعامل مع الموضوع وكأن شيئا لم يكن بمعنى أنها لم تدافع ولم تحمي الأسد وروسيا تصدر بيانا واضحا بأن الأسد قرر بمغادرة دمشق وتسليم السلطة سلميا سأسمع وجه نظرك في هذا الإطار لكن قبل ذلك أنتقل إلى حدودنا الشمالية ومن أم هناك مراسلنا أسامة بليبل أسامة الحال لديك كيف هو الوضع على حدودنا الشمالية تفضل نعم محمد بالفعل إذا ما تحدثنا عن الحدود وتحديدا مع برجابر الذي نتواجد عليه منذ ساعات الصباح الباكر لرصد الأجواء وحركة العبور من خلاله يمكن أن نؤكد أنه خلال الساعات الماضية كان هناك إغلاق للحدود بشكل كامل أمام العبور بالشقين القادم من الاتجاه السوري إلى الأردن وذهب من الاتجاه الأردن إلى السوري وسيتم إعادة فتح المعبر الساعة السادسة صباحا يوم غد وهذا الإجراء كان متبع أيضا من خلال الأيام الماضية قبل الأحداث التي شهدتها الأراضي السورية مؤخرا ويمكن أن نتحدث بأنه هناك عبور للشاحنات كان مستمر خلال فترة الصباح وكانت هذه الشاحنات التي تأتي من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية للتوجه إلى دول أخرى ومنها الشاحنات الخليجية وكان من المقرر أن يكون هناك حديث عن هذا الموضوع ونرصد بشكل أكبر ما يتعلق في الشاحنات لكن من خلال الحديث إلى سائق الشاحنات وجدنا أن من يحمل الجنسيات العربية والأجنبية يمكن العبور من خلال هذا المعبر باتجاه الأراضي الأردنية ويتوجه إلى وجهته الأخرى سواء كانت إلى الدول الخليجية أو دول أخرى يمكن أن نشير إلى أن السوريين كانوا يمنعوا من الدخول إلى الأراضي الأردنية على العكس بأن السوريين الذين يحملون جوازات السفر ولبنانيين كانوا يسمح لهم خلال فترات الصباح بالعودة إلى سوريا بحسب رغبتهم لكن كانت تمنع على السيارات الأردنية من الدخول إلى الأراضي السورية وكان هناك نقطة واحدة حيث نقف كان هناك تجمع للمركبات التي تنزل المواطنين السوريين نلغبين بالعودة إلى الأراضي السورية ومن ثم تعود أدراجها إلى الأراضي الأردنية ويمنع دخول أي سيارة تعمل على الخطوط يمكن أن نتحدث بأن هناك عدد من المواطنين السوريين أو السوريين سامة قديش كانت الحركة يسمح لي ينتظرون الساعات القادمة حجم الحركة يعني إذا ما تحدثنا عن هذه الشاحنات كان هناك حجم كبير من الشاحنات التي عادت إلى الأراضي الأردنية ورصدناها خلال الفترات السابقة لكن سرعان ما خفت هذه الحركة وكان هناك حديث بأن هذه الشاحنات التي دخلت مؤخرا هي التي تم التخليص عليها وكانت إجراءاتها قد بدأت منذ أيام وتم الانتهاء من عملية التفتيش وعملية التدقيق على الأوراق الرسمية لأسماح لها بالدخول إلى الأراضي الأردنية حركة العودة للسوريين إلى داخل الأراضي السورية أسامة هل كانت كبيرة؟ حركة العودة للسوريين كانت بالفعل كبيرة جدا هناك عدد من السوريين الذين توجهوا وكان هناك عدد من حافلات التي جاءت تقل عدد من السوريين التي أنزلتهم في هذا المكان ودخلوا إلى الأراضي السورية ومنهم اللبنانيين أيضا كنا قد رصدنا تلك الحركة وتحدثنا معهم وإجرينا بعض الحوارات بأنهم يرغبون في العودة إلى الأراضي السورية وتحديدا بعد انتهاء الحكم من قبل الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأنهم الآن يرغبون في العودة إلى أراضيهم وكانوا قد جاءوا إلى الأردن منهم من جاء في زيارات ومنهم من كان قد جاء قبل سنوات وحاول أن يتواجد في الأردن خلال الفترات الماضية ويمكن أن نؤكد بأن خلال الساعات القادمة سيكون هناك أيضا حركة للسوريين الراغبين بالعودة إلى الأراضي السورية أشكر كل الشكر أسام بليبلي كنت معنا مباشرة من حدود جابر ورصد الوضع هناك أعود لك دكتور حسن نهاية مشروع المقاومة نهاية محور الممانعة هذه عبارات 7 أكتوبر توصيف الأستاذ عمر ياصر أنه جاب المحور اكتاف وأنا بدي أسمع تعقيبك على هذه النقطة وأين اختفى الدعم الإيراني الروسي مفهوم لكن أين اختفى الدعم الإيراني للأسد بين ليلة وضحاها أخي محمد لم يختفى الدعم الإيراني لكن هناك حدود للقدرات الإيرانية إيران تلقى ضربات كبيرة جدا في سوريا نحن نتحدث الآن منذ عام 2011 اليوم عن تقريبا 480 غارة 480 هجوم مقتل كبار القادة الإيرانيين منع التموضع الإيراني استهداف المنشآت الإيرانية عمليات انزال وتفكيك مصانع وتدميرها فعمليا إسرائيل قامت بكل شيء في سوريا من أجل إضعاف الوجود الإيراني وعندما اندلع سابع من أكتوبر المعركة تغيرت تغيرت أصبحت إيران نفسها مستهدفة الهجوم الأخير اللي بعيدا عن الإنكار الإيراني تعرف سياسة الإيرانيين دائما تقوم على السلاك المحلي يعني الضربات الإسرائيلية أنهت كل الدفاعات الجوية في إيران إيران الآن بدون سيتينج داك كما يقال بطة تنتظر أنت أستاذ لا توجد عندها مقاومات جوية الس 300 كله دمر هذا في الهجمة الإسرائيلية الأخيرة التي احتفلت بها إيران وكأنها نصر إيراني لكن في واقع الحال هي أثرت على معلويات الإيرانيين أثرت على قدراتهم على الدفاع فبالتالي أيضا ما تم في لبنان والاتفاق الذي تم 13 نقطة وهو يعني تقريبا إدعان لبناني كامل إدعان الدولة للشروط الإسرائيلية واندفاع حزب الله شمال الليطاني وفصل الساحات الآن ما قامت فيه إسرائيل ليس فقط فصل الساحات وانما مسح فكرة أن هناك ساحات يعني صار كل ساحة تريد البقاء حزب لبنان الآن متقفر في لبنان هو يسعى إلى أن يبقى سياسيا باستخدام ضرائع كثيرة جدا لكنه أيضا في بيئة سياسية مستنفرة ومستقطرة داخل لبنان وهناك ربما الغالبية في لبنان يحملوا مسؤولية أخذ لبنان في هذا الاتجاه غزة أنت تعرف ماذا يجري في غزة الآن المسألة لم تعد صمود ولم تعد مواجهة هناك فيه مشاريع إسرائيلية في غزة أكثر من رؤية لكن أخطرها هي الاستيطان واليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية قام مؤتمر قبل شهرين وحضروا ثلثي أعضاء الليكوت الذي طالوا باستيطان في منطقة شمال غزة فبالتالي إذا شفنا خطة الأصابع الخمسة في غزة نحن نتحدث ليس فقط يعني الحديث عن الصمود من عدم الصمود يصبح ثانوي لأن هناك فيه خطة على الأرض هي التي سترسم هذا المستقبل على الأقل لعشرين سنة قادمة أنا لا أستطيع أن أقول أنه انتهت المواجهة بالتالي أيضا بموازات ذلك خلينا شوف الإيرانيين كيف يفكرون الإيراني لا يفكر بالعقل العربي الإيراني من خلال جوال ضريف مثلا كتب مقال في الفرن أفرز وعندما أقول الفرن أفرز نحن نتحدث عن أرفع مجلة دولية تتحدث عن السياسة هي تاعة كسينجر أصلا وغازل فيها الأمريكان وتحدث عن البراغماتية عند الإيرانيين ورغبتهم في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية والانفتاح على الولايات المتحدة الأمريكية فبالتالي الجانب الإيراني يبحث عن خطة باء عنه ليس من ضمنها حماية الأسد وبالمناسبة حاول عباس عرقجي أن يزور أن يزور تركيا وروسيا حاول أن يجد جبهة مشتركة لكنه أدرك بأن المسألة أكبر بكثير من قدرات إيران وأكبر بكثير من حلفاء السابقين روسيا لم تعد أو انشغالها بحرب أوكرانيا وغير من مقاربتها لدرجة أنه لافروف في الدوحة كان يقول بأنهم لن يخسروا أوكرانيا مهما كانت الترحيات أنا فهمت هذا التصريح لأنه كان على هامش أستان أنه له علاقة أيضا بسوريا فبالتالي المسألة ليست مسألة أن إيران تريد أو لا تريد إيران لا تستطيع أن تنقذ الأسد على الأرض لا تستطيع أن تنقذ الأسد فبالتالي الذي جرى وسرعة تداعي الجيش السوري أمر يجب أن يفهم في هذا السياق نعم فقط أنقل ما ينقع عن الكريملين وعن القناة الروسية الأولى بأن روسيا قدمت لجوءا لبشار الأسد وعائلته لدواعا إنسانية هذا مصدر عن الكريملين قبل قليل وفق القناة الروسية الأولى إلى حين تأكيد هذا الخبر وسأعود لك دكتور حسن لمزيد من التفاصيل في هذا الإطار خروج الأسد مغادرة الأسد وبقاء قيادات الجيش تتحدث عن إعادة تموضع للجيش الذي اختفى وهنا سؤال اختفاء الجيش بعيدا عن كل شيء هذا الجيش لم يحارب من الثمان سنوات أستاذ عمر يعني عفواً أنا بتقديري أنه اختفاء الجيش بطرح أسئلة كثيرة لكن الجيش بدي دافع عن مين من 2011 بنيت جدران الدم في سوريا قتل أكثر من أربعمائة ألف سوري هجر بالملايين فلماذا يعود هذا الجيش إلى مقتلة أخرى وقد يكون جزء من قيادات الجيش بصورة ما جرى بصورة ما يجري لذلك أنا بميل إلى أن بعض البيروقراطية في حكومة بشار في حكومة النظام واليوم رئيس الوزراء بدي يستمروا بعض وزراء بديهم يستمروا وأيضا قد يكون هناك بيروقراطية في الجيش قد تكون جزء من عملية التسوية السياسية القادمة يكون جزء من التفاوض جزء من الحكم مع المعارضة لأنه اليوم سوريا لا تستطيع أن تديرها هذه المجموعات المنفعلة السياسية لا تستطيع أن تديرها ثم لا بد من إنشاء حال التوازن أنا باعتقادي دول الرعاية التي كبست الزر وقررت لأن سوريا والأطراف كلها تملك فقط شرعية الرعاية بشار الأسد لما غابت إيران وغابت روسيا لم يعد له شرعية زمحال ورعوة يموجود في روسيا والجيش داب ولم يستطع ولا يمكن له أن يدافع عن بشار الأسد أيضا المعارضة هي برعاية يعني اليوم الأتراك موجودون بكثافة لذلك لا بد أن نتحدث على أن هذه الشرعية اليوم على المحك هذه الشرعية كم ستسمح ربما نذهب إلى صيغة باتجاهات محددة لكن وين راح الجيش؟ هل يمكن أن نرى الجيش مرة أخرى؟ أنا بتقديري أن الجيش لم يدمر بمعنى لكنه أيضا جيش عاش مرحلة ضعف عاش مرحلة ترهل شفت أسلحته بتتطلع على الطيارة اللي شفناها في مطار حمص بتتذكر أفلام الحرب العالمية الأولى بمعنى أن الجيش أيضا عانى معنا خلال هذه الفترة كما عانت المعارضة كما عانت سوريا لكن في النهاية أنا بتقديري أن الحك على القادم ما الذي سيكون كيف يكون شكله هاي اللي أنت بتشوفهم على الشاشة قوى الإسلام السياسي لا يحملوا الإسلام وتصورهم عن الإسلام في صدرهم حتى يجوا قدموا مساومة عليه بالتالي بديوا يطرحوه على طاولة الحكم كم سيقبل ذلك بكل المكونات السورية باقي المكونات السورية كم ستقبل ذلك القوى العلمانية الموجودة في سوريا كم ستقبل ذلك القوى الإقليمية اللي بتراقب وقررت وربما رسمت معالم هذا المشهد وأنا تحدث عن الليات المتحدة الأمريكية وروسيا وإسرائيل وتركيا حتى تركيا اللي فيها إسلام يعني سياسي كم ستقبل بمثل ذلك هل يقبل جميعا تحكم سوريا أم سنذهب إلى أي صيغة لذلك أنا بتقديري ربما البعض شاف أنه الفرصة ثانية لإخراج إيران من المعادلة وربما أمريكا بتفكر بإخراج روسيا من المعادلة لكن بعد ذلك القادم كيف سيكون وكيف سيكون شكله هذه أسئلة مهمة الجيش أنا بعرف شوي الراحة لكن أنا بتقديري أنه الجيش عاد وذابة في المجتمع لكنه لم يتم حله الأسلحة الاستراتيجية والراحة ما بنعرف حتى الآن ما فيه إجابات واضحة هل يمكن واضحها بأيدي هؤلاء أم هي برعاية من يرعى هؤلاء يعني هذه أيضا أسئلة يعني متدحرجة وكبيرة لكن أنا بتقديري أنه لا زال هناك أكثر من لاعب يستطيع أن يدير هذا المشهد واللي أخشى أنه ما يستطيعوش يسيطروا على هذه الأدوات فتقتتل وهذه شفناه في أفغانستاوين وشفناه في كثير من الأماكن واليوم جلالة الملك في أمام مجلس الأمن الوطني قال أنه إحنا موحدة سوريا ومع أمنهم واستقرار وحذرهم من الفوضى أي من الصفودي بحذرهم من الفوضى لأنه الفوضى مش أي فوضى في سوريا سيتطير شررها للجميع أنا بتمنى أن يروحوا لعملية سياسية ودستور جديد ويتفاهموا وينصهروا في العملية السياسية يؤمنوا بالأغلبية ويؤمنوا بالتعددية هذا ممكن مئة علامة استفاهم هل هذا ممكن في سوريا وبخطة قلم طيب بدأ أسمع وش نظرك في هذا الإطار الشرع اليوم أعلن من المسجد المهوي تحرير دمشق بعد الإعلان على شاشة التلفزيون الرسمي من تسعة مقاتلين من المعارضة السورية التي دخلت دمشق فجرا وهناك سؤال مهم اليوم مصير سوريا إلى أين هل يمكن لهذه القوى أن تحكم سوريا الإبقاء على الحكومة عدم التعاطي مع وزارة الدفاع والجيش السوري بطريقة سلبية إلى هذه اللحظة متى يمكن أن يتحمل هؤلاء أن يصبر هؤلاء على كل ما حدث فتورة الدم في سوريا كبيرة نعم أخي محمد شوف عمر أشار إلى كل هذه النقاط وأنا متفق معه في هذا الموضوع لكن أيضا ما أريد أن أقوله أنه أنا توقفت مليا عند كلمات رئيس الوزراء السوري اليوم وهذا الرجل بالمناسبة يعني ليس شجاعا بمعنى بأنه قرر البقاء والمقاومة الآخرة لا هو مثل أي واحد ثاني كان ممكن أن يذهب لكن يبدو أن وجوده سبق تواصل مع هذه القوة فبالتالي الخطاب الذي قدمه وهو خطاب بالمناسبة خطاب رجل الدولة بالمعنى الحقيقي بأنه يريد أن يحافظ على هذه المؤسسات وهناك أيضا تواصل بينه وبين هيئة تحرير الشام وقد قال ذلك فبالتالي فيه توافق على أن المؤسسات في سوريا أن لا تنهار بمعنى أن الذي انهار النظام وليست الدولة السورية يعني الدولة السورية هي باقية ونحن نعرف أي دولة في العالم لها مكونات نظام أحد هذه المكونات نظام الأسد ذهب بلا رجع بهروبه والآن يعني الآن يبدون عنه بموسكو أشار أشار عمر لنقطة أساسية وهي أنه سينار الفوضى سينار الفوضى إذا لم تتسلح هذه الفصائل التي دخلت دمشق بعقلية الانفتاح على كل مكونات المجتمع والاعتراف بأن المجتمع السوري مجتمع متنوع وتعدد وبالتالي لا يمكن أن يحكم إلا في إطار ديمقراطي وهذا يتطلب عملية انتقالية وعملية سلسة وربما تحتاج إلى كثير من الوقت لكن على رأسه كما قال العمر هو وضع دستور يعني وجود حكومة الآن حكومة انتقالية ربما يعني عن انتخابات تشريعية وتقوم بوضع دستور دائم إلى آخره يعني هناك خطوات لا نريد أن نعيد اختراع العجلة إن توفرت الإرادة لدى هذه الفئات والعناصر أنا أعتقد أن الطريق موجودة التجربة عن غيرنا من الأمم موجودة وكما يسمى يعني البايبل للانتقال السياسي موجود معروف يعني للخطوات التي يجب أن تتخذ لكن الخشة أيضا هو من التدخل الخارجي الآن اللاعبون في الخارج ربما لهم مصارح متناقضة نحن نعرف ماذا تريد تركيا لكن لا نعرف من الغاية الآن ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية في شرق سوريا هل تريد أن تدعم منطقة نفوذ كردية هل سيبقى الساحل منطقة نفوذ روسية وإذا كان ذلك هل ستبقى الجولاني اليوم الإسرائيلي يأخذ جبل الشيخ هل ستبقى منطقة نفوذ إسرائيلية وماذا عن أردوغان ماذا يريد بالضبط في هذه المنطقة في متغيرات بالقليم نعرف ما هو جيد للسوريا لكن أيضا هناك تناقض بين مصالح اللاعبين الذي يمكن أن يؤثروا على المشهد السوري وعلى مخرجاته فبالتالي سنتحدث عن مخاض من السيناريو هذا المخاض تقسيم سوريا أو ربما تقسيم سياسي أو توطئ إلى تقسيم سياسي استقرار بمعنى أن تتمكن هذه الفصائل من إيجاد طريقة يتفق عليها من أجل حكم سوريا واحتكموا إلى قواعد لعب معينة والسيناريو الأخطر عن تقديري اللي حكى عمر هو الاقتتال شفنا بأفغانستان عندما ظهرت طالبان في عام 96 كان بعد أن انتصروا على السوفيت وهذه الفصائل الأفغانية المختلفة اقتلت ثم انتهت في عام 96 بانتصار طالبان وبالتالي أصبحت إمارة للتطرف والظلم والتخلف والتراجع وذهبت إلى 9-11 مع القاعدة ونحن نعرف ماذا جلبت لأفغانستان شوف أنا شفت المقابلة لمحمد الجولاني أو الآن طبعا صدفة صار اسمه أحمد الشرع على سيانان تقصد لطلائه على سيان والنيورك تايم أنا بتقدير رجل دولة منطراز رفيع هو يعرف بالضبط ما هي الخطوات المطلوبة منه لكن السؤال هل هو بالفعل يسيطر هو يقود القاترة بهذه التحرير الشام لكن أيضا هناك مع ناصر ربما أكثر تطرف ماذا تريد وكيف ستعمل في قادم الأيام أنا لا أستطيع ولا حتى السيائي تستطيع أن تتنبأ بشلوك هؤلاء الأشخاص لكن الأمر متروك ربما للفترة القادمة علشان نشوف أنه هل بالفعل قديش بدنا واكد دكتور حسن أنا اليوم سؤال منطقي اليوم إلى متى يمكن أن نقول أن الحالة في سوريا استقرت نحتاج إلى على الأقل 6 أشهر على الأقل 100% سيكون في خلافات الآن كيف سيتم حسم هذه الخلافات ما هو شكل تدخل خارجي يعني ملامحه راح تبرز خلال الـ 6 أشهر القادمة ثم سنعرف بالضبط إذا سوريا ذهب هل تعتقد دكتور حسن أن اجتماع الدوحة توصل إلى حل ما لما سيكون في سوريا هناك الحديث عن رياض حجاب حديث عن بعض القادة في النظام السابق موجودون في الخارج قد يعودوا إلى سوريا يتولون زمام الأمور هناك تتفق تختلف مع ذلك مع هذه الرؤية؟ لا بكل تأكيد أختلف مع هذه الرؤية الذي سيفرض من هم الأشخاص هم اللاعبون الذين ذهبوا وحتلوا دمشق وحررواها من بشار الأسد وزمرتي هؤلاء الناس الذين كانوا في أدب لفترة طويلة جدا وهم ينتظرون هذه اللحظة وحضروا لها وهم الذين قاتلوا وقتلوا جزء كبير منهم فبالتالي هم الذين يحددون وليس الذين يجلسون في فنادى خمسة نجوم الثورات بشكل عام بكل العالم لا تستقبل نجوم من الخارج أسمع واجتظرك والكلمة الآن يؤكد أن الأسد وأسرته موجودون في موسكو وحصلوا على وجوء إنساني هناك خلاص الأسد لم يعود لاعب في المشهد نظامه لم يعود لاعب في المشهد إلا برقراطيته واللي حكاها حسن عن رئيس الوزراء فعلا أنه رجل دولي تحلى بالشجاعة وبعرفش مع مين بيكون بتواصل يعني الترتيب كان مع مين يعني مع الرعاوة إلا مع المعارضة معني شأن هذه النقطة تخلى عنه الأسد أم أنه بقي في سوريا بإرادته لأنه اليوم كان يتحدث بوضوح أنني أنا موجود في سوريا حتى اللحظة يعني أنا بتقدير اللي بقوا في سوريا تلقوا ضمنات الخائف هرب يعني هذا تلقى ضمنات سواء من المعارضة أو تلقى ضمنات كذلك ما حكيت لك من دول الرعية لكل هذا المشهد شوف أنا بدي أتفق مع حسن أيضا الذي سيقرر المشهد مش اللي صار بالدوحة اللي فاته وحتله جزء من المعادلة الرئيسية اللي بقلقني مثلا الشرع حكى في مسجد الأموي يعني أعلن هذا الخطاب مش بأي مكان حسن في شيء اسمه مقابة الـ CNN هل هي قشرة أم محتوى هذا مهم هل هو المحتوى الحقيقي طب هذول جماعته تركيبتهم طبيعتهم حتى الإسلام السياسي المعتدل هل ستقبله المعادلة التكوينات السورية التركيبة السورية تركيبة السورية من سهلة فوسائف سائية إلى حد التناقض يعني حكمت بالحزب الواحد حكمت بالنار والحديد الآن إذا حكمتها بألية جديدة هل يمكن أن يعني إذا وجهت لها نوع من أنواع الحكم كيف ستتعامل معها تطرحه حسن تحديات كبيرة روسيا بتترك الساحل تخلى عنها أمريكا أمريكا ويمدكون دورها هون هل ستقبل مثلا تركيا بتقسيمه وبالتالي دولة كردية هذا أسئلك هل ستقبل بإسلام سياسي يحكم الدمشق كل هذه أسئلة كبيرة مفتوحة للنقاش قد تفجر نزاعا وقد نجد بوتقة وزي ما حكبنا نخترع العجلة مرة أخرى هناك مرحلة انتقالية ممكن نقراها والبدايات والمقدمات عنوان الخواتيم سنشهد في قادم الأيام مثل هذه الإجراءات على الأرض كيف ستتم حجم التشاركية من سيشترك في العملية السياسية الآن في الخطاب الظاهر وخطابهم كان ذكي المعارضة كان ذكي لم ترى راية إلا راية العالم السوري شفت راية ثانية راية فصائلية ووائل آخري لكن لما بدأك تروعا الموارد وعلى الحكم وعلى تعبئة الحكم وصيروهم ووزنوها بالتضحيات اللي قدموها وقدمها الآخرون أنا باعتقادي هنا ممكن يبدأ الصراع أنا بتمنى لا بتمنى إنهم يتوافقوا على العملية السياسية بتمنى إنهم تعقلنوا على الحقيقة وفي العمق نتيجة جدران الدم اللي بنت في سوريا سوريا قدمت دم بما يكفي إننا تعقلا يعني أنا برأيي لو المواطن السوري اكتفى يعني أصبحت حالة اكتفاء عنده والدليل الجيش اللي سحب حاله وروع الدار وترك الحال السورية للمعارضة هذا مؤشر على إنه الناس ما بدأت تقتل بتمنى هذه المزاج أن يكون حقيقيا وعميقا وأن يترجم بدستور ويدرجم بمرحلة انتقالية جدية ويترجم بأنه الدستور يكون عادل مع الجميع وإن الحكم روح بهذا الاتجاه ويكون الحكم مدني وإنه ما سيتثيرش مخاوف الآخرين وما ندخلش بدوامة لا يريده كالآخر ولا يريده كالغرب وتدخل فيه عزلة واقتتال جديد هذا اللي كله بتمنى لأنه هذا مصلحة حيوي للأمة مصلحة حيوية علية للدولة الأردنية أنه تستقر الحالة السورية وألاقي عنوان بدمشق أقدر أتعامل معه وأنه هذا العنوان ما يكونش نموذج يعني قلق في المنطقة حتى لا ندخل لكن الأردن قلق اليوم صحيح؟ يعني أنا بتقديري أنا مش قلق يعني يعني الأردن عنده مهارة وخبرة لازم يكون أنا وإياك لازم والجميع يكون قلقين حينما دولة بحجم سوريا يتغير فيها الحكم بـ 14 يوم وتدخل فيه عاد جديد أنت مش عارف هويتها السياسية لكن في النهاية الأردن خبير عندنا جيش وأمن وأعتقد دبلوماسية والملك خبير في الملف السوري وإلنا شبكة علاقات عشائرية موجودة في الجنوب وإلنا شبكة علاقات أيضا يعني أمدية وعسكرية موجودة في الجنوب نحن نعرفها يعني كانت نتيجة تراكم وخبرة أنا يعني مش قلق ولا شايف السوريين رح يكون لهم مهمة خارجية يعني داعش غير قصة ثانية لما كانت في الرقبان يعني هذا السوري اليوم مش واضح من خطابه أنه له مهمة خارج سورية وبدأ يمتد خارج سورية وممكن أنه يكون لكن ولا حتى شفنا لاجئين ولا شفنا دم وهذه كلها إشارات إيجابية لكن بدك تعتبر المسألة تحدي وبدك تعتبر المسألة لفرصة اليوم لازم تكون لاعب في القصة إذا اشترك الإقليم فيها لكن في النهاية الأردن أنا باعتقادي أنه مستوى منسوب القلق مش كبير وأنا بدعو الأردنيين شوية سكينة عامة وهدوء في التعامل مع هذا الملف ترقبه وانتظاره ومراقبته بشكل جيد الوقوف وراء الدبلوماسية الأردنية وراء جلالة الملك والجيش لأنه بحاجة كلياتنا إلى دعمها ولا حتى نتجاوز هذه المرحلة الضبابية المرحلة عدم اليقين اللي بتعيشها الحال السوري لكن الأردن بـ 12 و 13 و 14 2012 و 13 و 14 شاف ما لذى وطاب في تلك الفترة واستطاع أن يتعامل معه لكن اليوم على ما يبدو أن الملف السوري رايح للحسم وأتمنى أن يكون الحسم في مصلحة الشعب السوري وأمنه واستقراره ونشوف دولة ونتستطيع نتعامل معها ويرجع السوريين لاعب مهم في الحالة الإقليمية جزء من المشروع العربي بتمنى ما نشوفش فوضى يا محمد لأن الفوضى شرارها في سوريا مختلف عن أي مكان في الدنيا دكتور حسن الإقليم كيف ينظر الدول العربية كيف تنظر لما حدث في سوريا وكان هناك محاولات لإعادة الأسد إلى الحضن العربي وبحث عن إعادة تموضع لسوريا على رأسها الأسد عربيا اليوم اختلفت المعادلة كليا لا يا أخي محمد أولا شوف فيه نوع من التشفي موجود في المنطقة بشكل عام بالأسد وفيه نوع من الشعور بالزهو في بعض الدول العربية تعتقد أن هي لنت انتصرت وليس ثوار هذا موجود وهذا تفكير غرائزي تقريبا ليست تفكير دول بالمعنى الحقيقي لكن الرهان العربي كان يستند إلى الفكرة التالية إعادة سوريا لحضن العربي سيفضي إلى إخراج إيران من سوريا لأن إيران خرجت والأسد خرج فبالتالي هناك مصلحة عربية حقيقية في أن تستقر سوريا وأنا شفت هذا الموقف العراقي بالنسبة إلي في آخر 72 ساعة يحتاج إلى دراسة بالمناسبة في البداية كان هناك أن العراق لن تقف مكتوفة الأيدي وكان هناك تحركات عسكرية ثم جاء السدر بإعلاني بأن هذا لا علاقة لنا بهذا الأمر وهو يتحدث عن أن الدولة العراقية يجب أن تخدم أهدافها وأن لا تتحول أداء لصالح إيران وشفنا أن المسألة مختلفة تماما عند العراقيين الآن يتحدثون عن سوريا بأن سوريا دولة عربية شقيقة مجاورة يجب أن تستقر فبالتالي مسألة العبث في الداخل السوري لم يعد خيارا لدى الدول العربية بالعكس هناك مصلحة لكل هذه الدول أن تستقر سوريا لأن إذا لم تستقر سوريا نحن رح نرجع إلى المربع واحد من التنافس العربي في إقليم هش ممزق مخترق من قوة إقليمية تنافس هذه الدول الوازنة في هذه المنطقة فبالتالي نعتقد أن الرؤية هي لصالح يعني ما هو جيد لسوريا صالح هو جيد لهذه الدول أنا أعتقد أن الأردن كما قال أخي عمر هو ربما الأقرب فهما لما هو جيد لسوريا فالأردن لا مصلحة تلوية يعني الأردن ما في عنده مصالح لا يريد أن يكتطع جزءا من سوريا لا يريد أن يمارس النفوذ ولا يريد شيء من سوريا إلا أن تستقر لأن استقرار سوريا في النهاية يصب في مصلحة الأمن الوطني الأردني أنا كمان لا استقلقا على هذا الموضوع الأمن الوطني الأردني لأنه ربما عارف حدود التداخل بين الملفين الأردني والسوري وهذا ربما يضع الأردن في موقع قوي جدا في التعامل مع مختلف أطياف المجتمع السوري لأن الأردن معروف عند السوريين بأنه بلد من دون أطمع على عكس الأتراك على عكس العراقيين في فترة من فترات وعلى عكس دول خالجية كانت تريد أن تمارس نفوذ الأردن لا يريد كل ذلك فبالتالي نعتقد الأردن مؤهل بحكم الجغرافيا ومؤهل بحكم الدور أن يكون له يعني أن يتحول العام الإجابي في الاستقرار السوري ربما الأردن مقصر في قضية أو أنا غير مطلع عليها وأنه لم يفتح حوار مع محمد الجلاني منذ فترة لم يفتح حوار مع كل هذه الفصائل هو ربما اكتفى في الفصائل التي كانت على درع الحدود الأردنية دخلت المخابرات الأردنية ودخلت الدولة الأردنية وعقدت صفقات واتفاقات وتم فتح المعابر لكن هذا لا يكفي لأن المشهد السوري أكثر تعقيدا وربما الدبلوماسية الأردنية بحنكتها بحاجة إلى اختراقات أعمق في هذا العمق السوري حتى نضمن ما هو جيد لسوريا ونسان فيه وحيضا حتى لا يرتد على الأردن بشكل سلبي أشكرك كل الشكر دكتور حسن باري كنت معنا بشرة من الدوحة علقت على موضوع ما يحدث في سوريا اليوم وقراءتك لما سيكون في قادم الأيام صدر عمر بتعليق أخير برأيك إلى إن تتجه الأمور اليوم ماذا نرقب وماذا علينا أن نفعل يعني أنا بنتي هنا أروح لقصة العرب ما يتركوا سوريا خلص الآن إيران برى اللعبة ما نتركش سوريا لتركيا وأمريكا وفقط يعني العرب يكون مبادرين سوريا بحاجة لأعدة اعمار سوريا بحاجة تحكي مع هذه الناس قصة الجولاني يعني قصة ثانية كيف نفتح وكيف نعرفش لما نشوف مستقبل سوريا بس عنا شهداء إحنا عنا الكساسبة وعنا سائد المعايطة وعنا هذا التيار قتلهم فترة من الفترات محمد يعني بالذلك بدك تعد للعشرة يعني بدك تحاول تفكك وتركب كيف بدك تتعامل مع هذا الملف لكن في النهاية المصالح العلية للدولة الأردنية مهمة وأنا برأيي أن الدولة قاعدة بتحسب فيها بالقدي والميزان يعني بتحسب في كل خطوة لكن أنا بتقديري أن الأردن ومرة ثانية بأكد أنه خبير وجلالة الملك لعيب وماهر في فهم هذا الملف وقصة المبادرة مسألة أيضا تحتاج إلى توقيتاتها المناسبة حتى نبادر ونروح بهذا الاتجاه اللي بيصير في سوريا مسهل علينا إننا نبلعه بسهولة وبيسر وبالتالي نقدم مقاربة مستعجلة أنا برأيي لازم الفوكس تبعنا كأردنيين يكون عالي ومرة ثانية بقول للأردنيين شوية سكينة عامة السوشال ميديا تهدى نبالغش أنا بتقديري أن بحاجة أن نقف وراء جيشنا وراء الملك وراء السياسة والدبلوماسية الأردنية في التعامل مع هذا الملف وأنا أيضا بقول للدبلوماسية الأردنية إن هناك فرص كما أن هناك تحديات علينا أن لا نكتفي أن نراقب التحدي وندفعه للخلف لا أيضا هناك فرص وهذا جار بتشكل في نظام سياسي جديد وإلنا خبرة وتجربة في التعامل معهم وإلنا شبكة علاقات لا بد من استثمارها لأنه في النهاية بكرة بيستقر النظام السياسي في سوريا لمصلحتنا بتصير فوضى راح يكون عبئ أمني جديد علينا نعم وكلنا منذكر قصة المخدرات ووائل آخر لكن في النهاية هناك شيء جديد قادم وفي حالة عدم يقين تحتاج منا جميعا أن نراقبها وننصمغ أنفسنا للوقوف وراء دولتنا في هذه اللحظة التاريخية للعابر ليس سهل تشوف واحد يرتدي أو أحد رياضة وقاعد بيحتل عاصمة عربية بهذا الشكل بدك تطرح أسئلة كثيرة من مغ كيف ومن الذي يدير الأمور من علم وهذه مسألة مهمة أجندات قد تكون دولية وإقليمية مع تقديري أن الشعب السوري بيستحق أن يتحرر من كل هذا الاستبداد لطوال هذه السنوات في الحكومة لكن بدنا مرات وازن مصلحة الأردن العليا تقول قفوا وراء دولتكم أشكرك كل شكر سواء مرحي أسرع العين مرحي أسرع أشكرك على حضورك للمشاهدة